بعد انقطاع دام عامين عقد الاتحاد الأفريقي اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في دورته التاسع والثلاثين باجتماع أكثر من ثلاثين وزيرا من وزراء الخارجية للدول الأفريقية في الوقت الذي تعمل فيه دول العالم على معالجة أثار كورونا تعاني الكثير من الدول الأفريقية في تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها لأسباب متعددة من بينها جائحة كورونا تشكل أزمة الأمن الغذائي وجائحة كورونا أحد أكبر تحديات القارة الأفريقية ما يحتم عن الحكومات حماية أنظمتها خلال الأزمة وبعدها من المعلوم أن جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي في القارة الأفريقية وقد تسببت أيضا في ازدياد الفقر والمجاعات وعلى قادة دول الاتحاد الأفريقي العمل على مواجهة التحليات المتمثلة في إصلاح الأمن الغذائي وهذا ما نأمل تحقيقه بحلول عام 2022 كجزء من الاجتماع الذي استمر على مدار اليومين الماضيين هدف لتعزيز مواقف إفريقية بشأن التحديات التي تواجهها القارة ومن بين أهداف اجتماع المنظمة التصدي لجائحة كورونا وتحسين الأمن الغذائي للقارة وتعزيز مواقف إفريقية بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها أفريقيا تمتلك موارد بشرية وموارد طبيعية وموارد مائية هناك خلل في عمل إدارة لهذه الموارد وجعل أفريقيا سلة غذاء العالم تواجه القارة الأفريقية العديد من التحديات من صنع الإنسان والطبيعية بما في ذلك امتشار جائحة كورونا ومشكلة الأمن الغذائي وهذا الأمر لا يقع على عاتق الحكومات وحدها بطبيعة الحال فهو يستدعي تضافر الجهود بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص وكذلك وكالات التنمية والمنظمات الدولية سعيد مزين قناة العربية أديس أبابا